بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آلنهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيزة لسعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة بمناسبة نجاح موسم الحج لعام 1445 هجريا وعرب سموه عن خالص التهاني بالنجاح الكبير لموسم الحج هذا العام والذي تحقق بفضل من الله تعالى ثم بفضل العناية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ومؤسساتها لخدمة ضيوف الرحمن ليؤدوا مناسكهم بطمأنينة وأمان كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسموه الشيخ منصور بن زايد آلن هيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتين تهنئة مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين ترجمة نانسي قنقر